تمكن الأهل المصري من الفوز أمام الاتحاد السعودي بثلاثية مقابلة هدف واحد في مباراة الجمعة في منافسة كأس العالم للأندية كما توجد لعب مروان عطية كأفضل لاعب في المباراة بفضل أدائه البطولي أمام نجوم الاتحاد في شاكلة كريم بن زيما ويضرب الأهل المصري معيدا لنادي فلومينيسي البرزيلي في نسخ نهائي كأس العالم للأندية يوم الثلاثين القادم إن شاء الله كما سيجمع النسخ النهائي الآخر يوم الثلاثاء بمن ماشستر سيتي الإنجليزي وأوراو دايموينز الياباني